السلام عليكم كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات كويزين تيتيما فيديو ديالي من شاء الله قد نحضر معكم حريشة معمرين بطان في الفران بشكل جديد وبحشوة اقتصادية جدا ولديدة بزاف كيجيوا راقيا في المنظر ديالهم والمعضقة ديالهم يعني كيجيوا ممتازين ولدات بزاف كنتمنى من الناس لأول مرة كيشوفوا القناة ديالي ما تبخلو شارية باشتراك القناة وتفعيل زر الجرس باشتوصلوا دائما بالجديد ديالي وبلما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو باش نتعرفوا المكونات وطريقة تحضير بالنسبة للمكونات قد نحتاجوا 4 كوستية 100 رقيقة الخاصة اللي كنديرو باع الحرشة والخاصة بالحلويات قد نحتاجوا نصف كسديات الزيت الرومية قد نحتاجوا شوية الملحة شوية البزار وشوية الزعتر قد نحتاجوا بيضة كاملة قد نحتاجوا كيس من الخامر الحلويات 8 جرام والحليب كيبقى على لحسب الخالط ناخدوا ديك السميدة غنضيفوا لها الزيت وغنبدو نبس بسوها بسباعاتنا حتى تشرب ديك الزيت كلها ما ديشكل هادا نبقى نبس بسو فيها حتى كيدخوا معها الزيت مزيان غنضيفوا لها الملحة والبزار وشوية ديال الزعتر كيبقى شوية شوية من الحاجة الملح دائما كيبقى على لحسب التوق وكنزيدو نخلطه من بعد كناخد كنضيف حبة ديال بيض يعني بيضة كاملة وكنزيد نخلط تنسج مليا العناصر مزيان مع بعض اياتهم من بعد كنضيف كيس من الخامرات الحلويات من فيها 8 جرام او 7 جرام من بعد كنضيف الحليب تدريجين شوية بشوية الحليب بارد ماشي دافي الحليب بارد وكننبدأ نخلط شوية بشوية وانا كننحرك بسبع ايدية كيف ما كتشوفو كننزيد نضيف الحليب كيف ما كنعرفو ان السميدة كتشرب الحليب يعني قد مدرة تيلة الحليب بارد كتشربو انا بالنسبة لي مازال خاصة للحليب لحقاش خاصة تكون شوية جارية انا ضفت الحليب ماء او تاني اهم حاجة انها تكون مرخوفة بزاف يعني غنزيد هالحليب تتجين مرخوفة يعني لكون الحليب على البحث شوية كيف ما كنعرفو ان السميدة دغية كتشرب كيف ما كتشوفو هذا هو الشكل ديالها كتجين في حالها كمرخوفة نبا غادي نغطيها او غادي نخليها حتى تتشرب مزيين على الاقل واحدة 15 دقيقة كيف ما كتشوفو هذا هو الشكل ديالها يعني كتولي شربات شوية الحليب يعني ما كتبقاش شجارية بزاف او لا مرخوفة يعني مش كتنشفق بمره ولكن كتبقاش شوية كناخد هنها دليمون اللي كيكونو ديال المول العجيب كيكونو صغارين صغار بزاف كناخدهم مو من المحلات اللي خاصة بالحلويات اللي كيبعدكش الخاص بالحلويات تمن تقريبا ديالهم واحد جو جدرهم تقريبا الواحد يمكن لكم إلا ما عندكم شها دليمون صغار يمكن لكم تستعملوا مول واحد كبير المول كبير واحد فقط إلا كنتو بغيين تدرهم فرديين فتدروا دليمون صغار التمن ديالهم رخيص بزاف جو جدرهم الواحد تقدر تدرهم بزاف دلحواجه ما شفا قط الحرشة كندهنهم بالزبدة كلهم كيف ما كتشوفو دهنهم كلهم بالزبدة وغادي نغطيهم بسميدة كندر برع لهم بسميدة مزيان بالشكل هذا كنقم ستمر على تشكل حتى كننغطي كلهم ليمون ديالي بالزبدة وسميدة من بعد كنجيو كننفرغ فيهم الحرشة هدشكل هذا كندر واحد معلقة تقريبا معلقة كبيرة ما كنعمرش ليمون حتى الفوق كنقادل على الوجهة ديالهم زيان ما كنعمرش ليمون حتى الفوق لحقش كتزيد تنفخ كنخلي واحد شوية فنطلع بنفس الطريقة كنزيد نعمر مول آخر يعني كندر تقريبا واحد معلقة كبيرة وكنقادل على الوجهة ديالها أنا بدأ نضرفها شوية باش يتقادل سطح ديالها كنقمستها مراحة كنكمل نعمرهم كلهم هندخلهم دابا الفران حتى تتحمروا ليه من الفوق والتحت عذا باش نخرجهم هندخلهم ندخلهم الفران ونمشيون باش نوجدوا الحشوة هناخد واحد الميقلات وغنوضع فيها القليل من زيت الزيتون او لزيت الرميل اللي بغيتو هنضيف لها واحد حبتيا هنضيف لها مقطعه ارقيقة او للمشي لده ارقيقة هنضيف لها فلافل او لفلفل الملونة الصفراء والحمراء والخضراء انا كانوا عندي اللي كانوا توفر عندك للضيفة هنضيف لعطرية بالنسبة لعطرية هندر شوية تحميرا شوية الخرقوم وشوية الملحة وشوية البزعب وشوية ديال قزبور ومطحون او لقزبور يابس هنخلط هاد المكونات مزيان مع بعدياتهم وهنخلي محطي تابولي او لحتي دبالو ليا من نسبة لي الفلافل فكنديرهم انا الفريقو من بعد ما طابت لي الحشوة كنضيف لها واحد علبة ديال الطان يمكن لكم تضيفوا الكفتا او لدجاج اللي كانوا توفر عندكم انا هنضفت فقط علبة ديال الطان وقد نخلط هاد المكونات مزيان مع بعدياتهم وهنخليها على جمحة تكت برد من بعد هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما اخرجت الحراشات من الفران فاكد تحمروا كيف ما كتشوف هاده وشكل ديالهم هنجي وغندي نعمرهم بالحشوة اللي وجد هندفهم بقياس واحد معاقة نعمرهم فات شكل هاده صراحة ان كيجيو لدات بزاف وممتازين كيجيو في حل مدق ديال الحرشة مع البيضة كيجيو ممتازين كنتمنى انكم تجربوهم كنقام ستا مراحة كنعمر الحراشات ديالي كلهم من بعد كنضيف لهم واحد شوية ديال الفرماج او لا مدزار الا الفرماج الحمر اللي كان متوفر عندكم اي نوع ديال الجبن متوفر عندكم يمكن لكم تضيفو ندلوهم من فوق ديالها يلي كنتو حبيتو انكم تقدموهم في حد شكل هاده فراكيجيو المدق ديالهم رائع كنتو بغيتو تدخلوهم للفرار حتي يدب لكم شوية الفرماج فلكم الاختيار بغيتو تدخلوهم في حلاقة او لتدخلوهم في الراحتي يدب شوية الفرماج او لا يمكن لكم تقدموهم بلا فرماج اي لا بغيتو فقط الفرماج كيزيدهم واحد مدق رائع بزيف كنزوق الوجه ديالهم بواحدة نصف ديال الزيتون فهذا شكل هاده تيقوني كنتمنى انكم تجربوهم تيقوني كيجيو رائع بزيف وهذا هو شكل نهائي ديالهم كنتمنى لفيديو ديال يوم تجربكم وتنال استحسن ديالكم وما تبخلوش عليها بجملة فيديو لعجباتكم واشتراك للقناة ونتلقى في الافيديو الجاي ان شاء الله واسلام عليكم اشتركوا في القناة